الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهده إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام أعزاء الطلاب في جامعة الملك خالد المؤقرة نعيش معا في ظل مقرر دراسي جديد وهو في واقع أمره امتداد لمقرر درسناه سلفا ألا وهو أصول الدعوة حيث إننا قد عرضنا لأصول الدعوة رقم واحد والآن نتمم المعلومة بين يديك عزيز الطالب بإيقافك على أصول الدعوة رقم اثنين وأصول الدعوة هو علم يتغيى نشر دين الله عز وجل وفق قواعد وضوابط لابد أن يقف عليها الطالب الذي هو طالب اليوم أستاذ وداعية الغد وهذا المقرر قد طرحناه أمام عينيك عزيز الطالب وفق هذه الوحدات الوحدة الأولى تحت عنوان مفهوم مناهج الدعوة وأهدافها وأنواعها وقد جاءت صياغة هذه الوحدة وفق دروس أولها يتناول تعريف المناهج الدعوية ويبين أقسامها في ذات الوقت أما عن التمهيد الذي لابد لك أن تقف عليه قبل صياغة تعريف المناهج وأقسامها فلابد أن تعرف عزيز الطالب أن مقام الدعوة في الإسلام عظيم وهو أساس من أسس هذا الإسلام وينتشر عبر هذا المقام وهو ركن من أهم أركان قيام هذا العلم الذي يعتبر أساسا تنطلق عليه الدعوة في ربوع المعمورة تقوم الدعوة على عدة أسس ومناهج نقول إن لكل عمل يؤديه الإنسان في دنيا الناس من هدف يتغياه ولابد من تحقيق هدف عبر مناهج ولابد أن تكون لهذه المناهج من وسائل ومن وسائط يعتمد عليها صاحب الهدف وصاحب المنهج وهكذا علم الدعوة يحتاج إلى منهج يقوم عليه والمنهج في ذلك الوقت يحتاج إلى وسيلة يعتمدها الداعية ويعتمدها الباحث في هذا العلم لابد إذا للدعاة في كل عصر ولزاما عليهم أن يقفوا على هذا الأساس وهو منهج الدعوة ومن هنا عزيز الطالب نقف بك في هذا الدرس على العناصر الدالية العنصر الأول أقف بك على مفهوم المناهج الدعوية تحديد المفاهيم هو ربط للعلاقة بين الملقي والمتلقي على حد سواء فلابد أن تقف عزيز الطالب على المفهوم والمقصود بكلمة المناهج الدعوية العنصر الثاني الذي أقف بك عليه هو أقسام المناهج الدعوية إذ إن هذه المناهج التي يعتمدها الدعاة في كل جيل وفي كل مكان إنما هي كثيرة متعددة ويجوز لنا أن نقسمها على أقسام سأقف بك عليها لتكون عزيز الطالب على إلمامة بالمناهج بكل ميادينها نبدأ بمفهوم المناهج الدعوية في هذه الشريحة مناهج الدعوة هي النظم هي الطرق هي الخطط التي يسير عليها الداعية لأداء دعوته فالمناهج هي النظم والخطط التي رسمها العلماء لهذه المناهج التي يؤديها الداعية حتى يكون فاهما واعيا مؤديا لدعوة الله في الآفاق على أيصر الطرق فيقال نظام العقيدة في الإسلام نظام العبادة نظام الاقتصاد وما إلى ذلك كما يقال نظام التبليغ ونظام التعليم ونظام التطبيق ونظام الرياضة ونظام السياسة ونظام الرياضة وهكذا في كل شيء يحتاج الناس إليه فله نظام يعتمد عليه إذن المناهج الدعوية هي الأنظمة التي يسير عليها الدعاة لتبليغ دعوة الله في الآفاق ترجمة نانسي قنقر